بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أول موضوع عاوز أبتدي فيه موضوع رابح النفوس حكيم الموضوع ده يفيدنا في الخطين بتوعنا في المؤتمر خط التنمية وخط مين هيدخل السم لأنه اللي هيدخل السماء هو اللي هيكسب نفوس منتفقين معاه في المعنى ده أجمل هدية تدخل بيها السماء على ربنا إيه إنك جايب له نفوس هو فيه أغلى عند ربنا من عياله فتصور واحد كسب نفس يدخل يستخبى وراها كده يقول له كسبتلك نفس يقول له طب تعالى أدخل السماء ده ده إبني جبتلي إبني اللي كان ضايع مني لأ ما قدرش أقولك حاجة تعالى على السماء طب واحد جايب خمسة طب جايب خمسين طب جايب مية فأنت السؤال المهم في حياتك لو أنت بتفكر تدخل السماء وأكيد طبعا أنت في إيدك كم واحد والمصيبة بقى بالعكس هو حضرتك ممكن تكون طفشت كم واحد مش كده يعني فيه خدام نشكر الله الحمد لله يعني في إيدهم دم مش نفوس في إيدهم ضحايا وفيه خدام في إيدهم نفوس برضو مبارح كنت في رسامة أولادنا الكهنة وبعدين لقيت كهن شاب جاي يقول لي عارف فلان ابنك ده أنا كنت عايل صغير في الكنيسة وبعدين فيه خادم انتهرني وشد علي فسبت الكنيسة قد سنة وكنت هضيع خالص فلان ده اللي بيترسم ده جاي للبيت وفضلي حايل فيه ورجعني مدرس الأحد وأنا بقيت كاهن قبليه وهو أستاذي وأنا جاي أحضر رسمته لأني فرحان إنه هو بقى كاهن لأني أنا ما كنتش أستاهل الكهنوت زيه لأني من غيره كنت زماني دلوقتي في المخدرات بسبب الخادم الأولان فهمتوا الخادم في إيدي يعمل إيه يعني يعمل كده يعمل كده يزوء على السماء يزوء على جهنم فإحنا موقعنا خطير لازم نتنع بكده إحنا وجودنا في الخدمة مسؤولية كبيرة قوي لأن كل طفل بتتعامل معه يحببته في المسيح والسماء وكسبت فيه سواب البلد كده أو تحط في رصيدك عند ربنا يدست عليه بطريقة غلط يتحسبت عليك وما نعرفش بقى إيه هتتشال ولا مش هتتشال من حساباتك لأن المسيح ويل لمن تأتي منه العصر من هنا عاوزين نبتدي بموضوع يهبقي كلنا كخدام لازم نتعلم كيف نربح النفوس لأن هو دي شغلتنا إحنا موجودين في الكنيسة عشان نسبة روحنا وإحنا هنمشي وهينسونا عشان نكسب ناس لربنا ونفرح قلبه وأول ناس هنكسبهم إحنا وعيالنا أول ناس المفروض دي رسالتنا في الحياة عشان كده الآية بتقول صمر الصديق شجرة حياة يبقى صمرك هو نتاج تعبك يبقى اختوكم أنا عارف فيكم خدام ربنا يحميهم بتعبهم الشديد بكيب بيكسبوا بيكسبوا حل وأراضي مثمرة بجد وفي ناس بتتعب كده ايه بترطيف تعبع حياة صمر الصديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم يبقى خلينا نقول الغاية العزمة في حياة أي مسيحي أن يربح نفسه والنفوس للمسيح عشان أي خدمة حتى لو كانت تنمية حتى لو فصل حضانة حتى لو فصل كوتشينج ولا حقق حلمك حتى لو دور التمريد لو هنعمل مشروع لواحد لو بنده إعداد خدام كل نواحي التنمية دي مش عاوز يغيب عننا لغاء الهدف الأعظم احنا محناش مصلحين اجتماعيين لا احنا عاوزين احنا وهما ندخل السماء في الأول السماء ما تروحش من دماغنا أربح النفوس يعني يحبوا ربنا ويحبوا الكنيس لكن الجهل معطل فأنا بتحدى الجهل عشان لما يتعلموا كويس يقربوا من ربنا وبتحدى الفقر لأنه لما يعيش حياة كريمة يعرف يصلي ويعرف يخدم صح يبقى التنمية وسيلة من وسائل خلاص الناس عمليا لكن هي مش هدف ذاته الهدف الكبير متفقين عليه الله يريد أنه الجميع يخلصهم أما الوسيلة فهي الحكمة هنا حسب الآية رابح النفوس حكيم يبقى كيف تربح النفوس بالحكمة والحكمة دي بقى هو موضوعنا الأولاني عشان كلنا عوزين ننمو في الحكمة سيبقى خادم شاطر خادم حكيم فكيسد كتير من هو الوكيل الأمين الحكيم طوبة لذلك العبد إذا جاء سيده يجد وافع لهكذا شاطر ناصح أقول بقى في الغاية اللي هي ربح النفوس احذر يا حبيبي من أنك تخسر أي خادم بقولة مصلحة الخدمة لا 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 لأن في بعض الخدام بيدوا كتف عارفيني كتف يعني بيزق يعني يدخل في حتة عاوز ييثبت نفسه فيدي كتف فينطر واحد كده واحد كده عشان يلاقي روحه ايه اللي انت بتعمله ده الكلام ده في الدنيا يا ابني الكلام عندنا تخسر رجليه مش تدي كتف فحاسب تكون انت كخادم تقول ده ما ينفعش وده ما ينفعش أول ما بتقول كده لو سمحت لازم تسمع صوت السماء وهي بتقولك انت ما تنفعش لو قلت على واحد ما ينفعش يبقى حضرتك تخلوا القاعدة دي واضحة لو في واحد ما ينفعش يخدم يبقى أنا لان اي واحد تاني في عيوب انا عندي منها واكتر لو انت بقى امين مع نفسك لازم تبقى شايف كده فحاسب بحجة الخدمة تقول لا ده يتسطب عليه وده بلاش وده بلاش بلاش يعني ايه يطلعوا برا الكنيس عشان يريحوك فاكرين في قصة في البستان زمان تخوف يقال ان فيه كان زي رئيس دير كده وبعدين جاء ابو الروحي يطل عليه يسأل عليه افتقده وبعدين مش ابو الروحي يعني واحد صديقه حاجة زي كده وراح قال له اخبار ابونا فلان ايه ابونا فلان ده كان معروف انه ايه متراخي متهاون راهب بس ايه مش بخدها جد فرئيس الدير يعني بص للارض وقال صليله صليله يعني تدي احاق انه ما فيش تحسن يعني فعمل اللي بيسأل قال اوف بس ما قالش غير اوف شوفوا بقى الله حسن دول القدسين يعني يقولوا بالليل شاف المسيح بيقولوا هو انت عاوز فلان نحطه في انهي درجة في النار بدل مش عجبك ولقى الوش المسيح زعلان اوي فادرك انه كلمة اوف اللي طلعت منه على راهب زميله زعلت المسيح جدا فجاي يقوله مش انت بقى اللي بتحكم عن الناس ما تقولي عاوزك عاوز تحطه فين كأنه بيقوله مش انت الديان اللي حكمت عليه انه ما ينفعش اجاي اسألك فبيقوله الراجل ده قاعد كذا سنة ما يبادش تحت سقف ويقدم توبة ويقول حكمت على اخويا فحكم علي لغاية ما جاله صوت من السماء يقوله ربنا قبل توبتك حسبه يا احبائي لانه ممكن في الغاية نكون بنتصور انه مصلحة الخدمة انه فلان يمشي وفلان يمشي لا دي مصلحتك انت مصلحة الخدمة ان الكل يخدم كل في موقعه والكل ينمو عشان يخدم صح لكن ربنا جاب 12 و70 كلهم كانوا زينا واقل وعمل منهم حك دي التنمية بقى طلع منهم خدام عظماء وقدسين احذر من خسارة مخدمين من اجل النظام في بعض الخدام بيعبدوا النظام اكتر ما يعبدوا ربنا النظام حلو التنمية لازم يبقى فيها نظام زي ما احنا عاملين نظام قوي بس مش لدرجة النظام يخليك تدوس على الناس وتزل في الناس لا بالروح اعمل نظام ومشي النظام بس ما تمسكش واحد تطفشه وتزهقه في عيشته عشان النظام ليس الانسان من اجل السبت السبت من اجل الانسان النظام ده معمول عشان الناس مش معمول عشان يطفش الناس احذر من خسارة الهدف يبقى خلي بالكو في ثلاث خسائر في حياة الخادم بلا عذر لو خسرهم تخسر خادم زميلك او تخسر مخدوم عندك او تخسر هدفك افتكروا الثلاث خسائر دول انظر فيما خركت الاجل انت بتخدم بتخدم يعني ايه عاوز تكسب الخدام اللي حواليك والمخدومين اللي بتخدمهم ويفضل الهدف واضح ده بداية الكلام كده والشيطان بيلعب على الثلاثة دول طول الوقت يخسرك اخوك يخسرك ابنك يخسرك غرضك وفي الثلاثة انتضعت واخسرت كل حاجة لكن لو انت ناصح حكيم هتبقى الثلاثة دول واضحين في ذهنك لا يمكن اخسر اخويا ولا يمكن اخسر طفل او شاب عندي ولا يمكن اغير اتجاهي وغيروا اراضي اما الحكمة نبدأ بحكمة الاولويات في الزمن ده يا حباقي الحكيم لازم يرتب اولوياته يعني ايه ترتيب الاولويات ده علم كبير دلوقت لكن ببساطة كده الفلاح الشاطر بيقعد يحسب ايه ازرع الارض دي ايه تجيب لي صمر اكتر وفايدة اكبر طب الارض تعبانة قديها اجازة قد ايه يعني الفلاحين البسطة فاهمين الاراضي تطلع محاصيل ازاي عشان تمشي صح لكن لو استهلك الارض بشدة بتبتدي ما تطلع لهش فلازم يرتب ايه مصلحة الارض كذلك في الاولويات تعمل ايه ولا ايه لانه احيانا احنا نكون بنعمل حاجات تاخد وقت طويل قوي ونتجتها ضعيفة قوي والمطلوب كنت تعمل حاجات قد كده بس نتجتها قد كده هاي دي الحزبة الصحة بقا مثلا التنمية ولا الاحسان دي لسه هنشرحها بكرة بالتفصيل لكن فيه خط كبير اسمه ايه الاحسان الاحسان يعني ايه ادي فلوس ادي اكل لا اي واحد غلبان احسان حلم بس الاحسان عيبه ان اللي قدامي ما بيتطوارش ما بيتغيارش ممكن يأكل النهاردة ويهلك بكرة فلقينا ان المسيح مش حاطط دي اولوي لما اكلهم الاكل يوم خمس خبزات تاني يوم مش وراء اللي ما فيش اكل النهاردة الله مغانين يا رب ما زي مبارح لهم لا تعملوا لا للطعام البائد تعملوا للطعام الباقي الروحيات اهم عجبهمش الكلام مش مهم بس المسيح مرتب اولويات خبز الحياة الاول تناول الاول تعليم الروحي الاول الصلاة الاول معرفة ربنا الاول بعد كده نيجي الشغل ويجي الاكل ويجي كل حاجة طب العاوز اكل بس ما ينفعش الاولويات لازم تبقى مترتبة لان رابح النفوس حكيم فمن الحكمة انك تكون مرتب اولوياتك مع نفسك ومع خدمتك ايه اهم من ايه يتعامل الاول ايه نتيجه اعلى من ايه يتعمل في الاول كذلك في الاولويات على فكرة الخادم يجي قبل المخدوم بناء الخادم اهم من المخدوم ليه لان الخادم هو اللي هيولد مخدومي مش كده يعني لو انتو تماليته روحيا وفكريا هيحصل ايه انتاجيتكم هتعلم فانت لما تقولي ما تيجي تكلملي اختيت يعني ما عليش حطها كمسل خايب تعال اكلم العيال اللي انا بخدمهم لا يا حبيب انا عاوز اتكلم معك انت ليه لما انت تتملي انت اهم عندي زي ما المسيح كان يعمل مع التلاميذ يقعد مع التلاميذ اكتر لان التلاميذ هم اللي هيبقوا في وش الناس واضحة يبقى هنا الخادم قبل المخدوم نفس الكلام اقرى الانجيل كويس حتى لو اثرت في خدمتك لما تتملي بالانجيل هتخدم كويس لكن لو سبت نفسك للخدمة بس يبقى انت افضيط يبقى الخدمة كلها راحت اولوية البيت ولا الخدمة برضو في ناس تنسى روحها في الخدمة وتيجي على بيوت طب ده انت خسرت اقرب واغلى ناس عندك ايه فرحانك هتكسب عيال من الشارع طو ابنك ومراتك مش دول اول ناس هتتسئل عليهم لا انت مرتبتهاش صح كان لازم ترتب اولوياتك ان بيتك قبل خدمتك هتصلي في الكنيسة مش هتصلي في البيت هتهتم بعيال الناس روحيا وماهتمتش بعيالك انت روحيا يبقى فيها غلط يبقى تمثيلية بقى الاولوية بتاعة الصلاة ولا المسئولية المسئولية مهمة والصلاة مهمة بس الحياة الصلاة هي اللي بتدي قوة ونعمة في اي عمر احنا دائما مش كده فلو قعدت تعمل مجهود شديد قوي من غير صلاة يبقى انت عكست الاولويات فتلاقي البركة اللي الصمر اللي ما انت ابتدت من معكوس كنت تصلي اكتر بعد كده تلاقي فيه بركة في الدقيقة او في الشر تاني حكمة رابح النفوس حكيم ده الموضوع الاولاني اللي عاوز يدخل السماء لازم يبقى حكيم والحكمة بتيجي بالصلاة وبالانجيل ببساطة كده وبالتواضع ثلاث كلمات تيدخلوا على الحكمة الصلاة وانجيل وتواضع متواضع فيه ايو تقول مع المتواضعين حكمة المتواضع يتعلم بسهولة يستقبل واللي بيصلي يطلب الحكمة واللي بيعرى الانجيل بيزداد حكمة فتاني حكمة تخليك تربح النفوس تعرف تتكلم امتى وتسكت امتى ودي ازمة اغلب خدام وانا معاكم كلكم عارفين القاعدة اللي قالها الحكيم للسكوت وقت وللتكلم وقت احنا عادة بنعمل ايه بنتكلم في الوقت اللي كان مفروض نسكت وساعات نسكت في الوقت اللي كان المفروض نتكلم وكلكم يا ما قلتوا ايه يا ريتني ما تكلمت وقليل ما بنقول يا ريتني ما سكت لكن احلانا تتال ايه اللي يخليك تعرف تقول ايه امتى ادي الحكمة الحكمة هي الكمبيوتر الداخلي ده اللي يقول لك هنا تقول كذا هنا ما تتكلمش خالص زي ما بيقول مثلا كسرة الكلام لا تخلو من معظي اما الضابط شفتيه في عاقل كلكم بدون استثناء وانا معاكم واعنى في الكلام كتير قلت حكمة على طول لان الجملة اللي قلتها تعبت شخص او فتشت سر او كبرت شخص ما كانش مفروض يكبر او صغارت شخص ما كانش ممكن يصغر او وقعت الناس في بعض يمكن بدون قصد كل ده اخطاء من الكلام افتكروا لما الكتاب بيقول لا تخرج كلمة من افواهكم الا ما كان صالحا للبنيان تطلعش الكلمة الا لما تكون كلمة مظبوطة عشان كده اتفقنا في المؤتمر معلش كلنا هنتضرب الليلتين دول الجملة اي كلمة هتقولها مفيدة ولا مش مفيدة لو مش مفيدة من فضلك اسكت حتى لو عادت ساكت 48 ساعة كويس هتجربة برضو سينا نتكلم بس في المفيد حتى لو هي صعبة علينا تب معلش نتعود ما سيجي نتجرب نتكلم في كلام مفيد فقط عشان نطلع خطوة في حياتنا لانه صدقوني احبائي لما ربنا بيلاقيك ضابط شفتيك يعطيك حكمة اكتر مرائب كلامك يديك حكم سيطلع كلمة مظبوطة اكتر كلمة تتقال في مكانها تفاحها دهب في مصوغ من فضل زي ما قالها سليمان ثالث نوع من الحكم انا بتكلم عن قعدة واحدة بتقول رابح النفوس حكيم كلنا خدام يعني رابح النفوس هدفنا غايتنا ربح النفوس ايا كان نوع الخدمة اللي بتخدم كله بيصب في نفس الاتجاه والكل بالاجماع محتاج الحكمة حكمة الاولانية رتب ايه اهم من ايه الاولويات بالنسبة لوقتك وعمرك وبالنسبة لخدمتك اتنين تعلم تتكلم امتى وتسكت امتى وغالبا السكوت افضل من الكلام بس مش على طول بس 80% من كلامنا كان الاحسن نسكت فيه احسبوها كده هتلاقوا كده تالت حكمة حكمة التواصل والوضوح من الازمات عموما في الخدمة كتر حاجة بعاني منها في الفترة دي انه سوء التفاهم اللي بيحصل بين الناس وبعضيها بيقولوا سوء التفاهم اصله سوء التواصل والتواصل ده علم مرتبط جدا بعلوم التنمية في كل العلوم الانسانية التواصل يعني انا لما اجا اتكلم معاك تفهم اللي انا بقوله زي ما انا قصدته لو انا قلته بطريقة متغطية انت فهمت غير ما انا قصدت لو انت مش بتستقبل صح يمكن انا عبرت صح بس انت مستقبلتش صح التواصل الصح ايه راسل بيرسل رسالة واضحة مفهومة ومستقبل بيفهم الرسالة كما قصدت بها ورسالة بينهم رسالة تبتدي بالنظرة تبتدي بالافتسامة تبتدي بالسلامات بالكلمة بس رسالة سليمة يبقى راسل سليم ومرسل اليه سليم ورسالة سليمة ده اسمه فن التواصل احنا بنفتي علم لا لا ده هو الانجيل كله كده ما هي الصلاة تواصل مع الله فيه ناس بتصلي غلط والانجيل تواصل مع الله فيه ناس بتقرأ غلط ومحبة الناس تواصل مع الناس وفيه ناس بتتواصل غلط فيه اب يقعد يهزق في عياله يقول لك اسلي بحبهم وخايف عليهم غلط الطريقة غلط حتى لو بتحبهم بس التواصل ده ما وصلش الحب وصل انك ما بتحبهم لانك انت بتزعع طول النهار حتى لو قلقك عليهم بيخليك تزعع بس التواصل هنا فشل لانك وصلت رسالة اسمها ايه بابا مش بيحباني لكن في الحقيقة انت بتحبه بس طريقتك قالت عكس كده وتحطه التكشيرة بتعمل ايه بتخلي اللي قدامي يقلق معاني يمكن انا مسطع اه بس عشان كشرط هو استقبلها ان انا متغاز منه او رفضه في حين ان انا يمكن جعان او في حاجة تاني يمضيقاني ملاش علاقة بيه بس اول ما كشرطي بعملت تواصل خطأ وتحت قد ايه الموضوع حساس عسان كده التواصل ده كل ما اتقننا ده حكمة بقى حكمة انه اعبر صح في الوقت المناسب بقول لما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعله واخذهم وانصرف منفردا بصوا مسيح معاني وقته ثمين جدا كان يستفرد بيهم ليه عشان يسمعهم كويس وعشان يقربوا منه وعشان يشربوا منه ده تواصل سليم في التواصل السليم دايما لما نقعد في اي اجتماع خدمة ارجوكوا تعلموا دي بقى من بتوع الدنيا بتوع الدنيا البيزنس والهيئات والمؤسسات العالمية اي اجتماع مسؤولين عارفين بيبتدو ازاي ما بيصلوش طبعا انما بيبتدو ويقولك احنا نراجع الفيجن ايه عام بالفيجن ده اللي هو ايه يعني نراجع الرؤية يعني عاوزين نوصل لايه في الاخر اي اجتماع يبتدو كده يا اخوة انا قلنا الكلام ده 100 مر نقوله للمرة المتين ما فاش حاج للأسف في الزمن ده احيانا الفيجن مش واحد يعني عاوزين نوصل لايه دي مش واتح اديكم مسلا مسلا كنيسة تعمل ايه سوبر ماركت جواه او بقالة ابونا بتعمل ده ليه يقولك عشان اخلي الناس تيجي واعرف اقابلهم وافتقدهم ودخلهم عالكنيسة او اخفف شوي عن الناس لان السوق برا غالي اوي لغاية كده هو قلبه على الناس يقوم يجيب خادم يحطه في السوبر ماركت تقوله انت غردك ايه يقولك اجيب مكسب للكنيسة خلي بالكو ابونا قال ايه والخادم قال ايه هو نفس المشروع يبقى واضح هنا في ايه في خلل في الرؤية ابونا كانت رؤيته ان ده مدخل من مداخل جذب الناس كويس يبقى تركيزه عن نفوس صح او تخفيف عن الناس برضو صح حب في شعب لكن حط خادم ما عندوش الفيزين حط خادم افتكارها بيزنس فقال لك ابونا هجيب لك فلوس بقى بسطك بقى انت بسطني ايه ده انت ضيعت الدني انت بتطلع فلوس من الناس بدل ما بتريحهم وتخدمهم انت بتفاصل وبتقوح مع الناس كفرتهم زهقتهم فبدل ما يدخلوا الكنيسة طلعوا براها فهمتوا الفكرة ده المشكلة كانت فين ان الخادم المحطوط ما عندوش الفيزين بتاعت ابونا ان ابونا فكر صح مش الفلوس المهمة النفوس هي المهمة لكن الخادم فكر بطريقة غير مسيحية الفلوس مهمة والنفوس مش مهمة اي دي بقى مشكلة التواصل ابونا كان لازم يعمل يجيب الخادم يزبطه الاو يا ابني احنا هنفتح المكان ده عشان حكتين عشان في ناس نجيب رجلها للكنيسة وعشان كده هنبقى معنا صيادين حلوين وهما بيشتروا كده يقدموا كلام ربنا ويشجعوهم على الاجتماعات وعشان نبيع بسعر أرخص عشان الناس تعبهنا مثلا يبقى ابونا اقنع الخادم بايه بالهدف فالخادم اشتغل مظبوط لكن هو قال له انت هتبقى مسؤول عن كده ما ادلوش الرؤية هو الراجل حقيقة مين ما خدش فلوس في جيبه بس غرضه غير غرض ابونا فطلع دي في سكة غير دي خالص واضحة عايزي سوق التواصل مراجعة اللوايح والقواعد من الحكمة ان احنا لما نتفق على نظام لازم الكل يلتزم بيه لازم نراجعه يعني احنا في مبادئ ابو ابرام عندنا ممنوع خادم يطلع فلوس ما نجيبه لأي مخدوم مبادئنا كده ولما خادم ينفعل ويأمل كده نحذره مرة واثنين وممكن نمنعه من الخدم تقول لي انت بتمنع الرحمة نظامنا كده مبادئنا كده احنا مش بنمنع الرحمة طبعا احنا بندرس الحالة احنا ما بنتخطاش كاهن المنطقة احنا يهمنا ان البني ادم ده ينمو فكريا ويصرف على بيته مش يأكل لحمة النهاردة وبكريا يشحط فالمبدأ اساسا بنمنع من الخدام من التعامل المباشر بأي فلوس ليحة قواعد لو اللوايح دي ما بتترجعش كل شوية والناس كلها تبقى واضحة وحفظة وملتزمة هتلاقي كل واحد بيعمل له وعاوزه هتلاقي الخدمة ضعيفة جدا لما تقروا لوعة عشرة مثلا لما المسيح بعت التلاميذ حط ليح ما تقلوش بيوت الامم الى طريق امم لا تمضوا ليحة اي بيت تدخلوه قلولوا سلام تنفضوا رجليكو على باب البلد ما تشيلوش لا كيس ولا مزود ولا ولا ايه دي اسمها قواعد هل المسيح كان هنا متعنت حاشا حاطت قواعد ممكن واحد يقول له معلش انا بحبها قد سندوشات احتياط بصة بانظام هتقول حاضر او ما تشتغلش لان احنا في زمن دلوقتي الخدام بتفتي زيادة اوي كل واحد اوز يعمل لهو في دماغ لا اي خدمة لها قواعد لوائح وهي لوائح تخرج من روح الانجيل ومن تلمزة الاباء والكنيس فيبقى الطبيعي ان انا التزم باي سيستم يحطوني فيه مش لازم انا الا الف وممكن يناقش السيستم عشان نوصل لافضل اسلوب لكن طالما اتفاقنا ما ينفعش واحد يمشي بدماغه من الحكمة ان انا اكون ملتزم من الحكمة ان انا اراجع دوري انا والتزماتي ومبادئ الخدمة من الحكمة ابلاغ الشخص المناسب في الوقت المناسب بالعمل المناسب كل ده اسمه الحكمة رابح النفوس حكيم خلي بالكو كل ده بينصب على ربح النفوس لما اتنين خدام بيتقاشوا في بعض ايه اللي بيحصل مين اللي بيدفع التمن الغلبان اللي في الاخر اللي محدش دري بي بقى العيل ده اللي اتنسى والشاب الغلبان اللي كان جاي الكنيسة ملقاش حد يطبطب عليه والست اللي كانت فرحانة هتتعلم تقرأ وتكتب وبعدين النظام ملخبط عادين يخبطوا في بعض عشان مش متفاهمين عشان مش حكمة فرح منهم ستات كتير ما تعلمت فهمتوا اللي تحكم على طول اللي تعال لو هما متفاهمين قوي ومتواصلين قوي ووضحة الدنيا قدامهم واحد اتنين تلاتة كانوا كذبوا البلد كلها بسرعة كانوا قشوا الناس كلها لحساب السماء رابع نقطة حكمة التفويد وبناء الفريق برضو دي هنتكلم فيها بالتفصيل بكرة لان دي من مبادئ الخدمة او مبادئ التنمية بالزاد احنا اتفقنا انا بلاجع معلش تاني بعيد وزيد والتكرار يعلم الشطار احنا شغلتنا ربح نفوس عيل في حضانة ولا كوتشينج ولا ست ما بتقراش ولا شاب مش لقي شغل ولا واحد معوق كل دول حبايبنا ورسمالنا وسادتنا نخسل لهم رجليهم ودول اللي هيدخلونا السماء طيب احنا شغلتنا ايه ننامي الناس دي كلها عشان نحطوهم على طريق السماء مش شغلتنا ياكلوا واشربوا لكن ما فيش مانع ياكلوا واشربوا ونساعدهم في دي بس مش ده الهدف الهدف احنا وهما ندخل السماء عشان ندخل السماء الحكمة بقى تقول ان الناس دي لازم تتعلم كويس عشان ما يدحكش عليه يبقى هنعلم كويس لازم يعرفوا يربوا عيالهم عشان يطلقوا عيالهم مترابين ما يبعدوش عن كنيسة يبقى لازم نربي كويس وهكذا يبقى الحكمة هي اللي بتقول لي اربح النفوس ازاي الحكمة دي مع نفسي لازم ارتبعوا لوياتي اعرف ايه تعمل و ايه ما يتعملش دلوقتي لازم احترم السسم واخضع ليه كل دي حكمة حكمة التفويد وبناء الفريق من مقاسي الخدمة في الكنيسة الابطئة وبقولها هو بصراحة السيطرة والتحكم لشخصيات كتيرة في الخدمة فيه ناس بتدخل الخدمة بنية الفرعانة بنية التملك الحتة دي بتاعتي هورسها لعيالي تورس ايه خوي ده فاصل دي خدمة هي اقطاعية انت بفهم غلط ده انت شاطرتك انك تفك نفسك بعشر عشرين كل سنة تفرح ربنا انك جبت كوادر تانية تسبقك ما عندكش ازمة عشان الحصات كتير قوي والفعل قليلون التفويد معناه ان كل انسان ياخد مسئولية مهمة تاسك يعني حاجة يهتم بيها يعرف بسرعة يفكر يكبر اللي حواليه عشان يديهم دي وياخد حاجة تانية فتلاقي ايه الدايرة عمالة توسع بسرعة لكن في كنايس واقف نموها ما بتتحركش من مكانها في خدمات كما كان هكذا يكون بقالها عشرين سنة مش اي تغيير طبعا ما فيش اي تغيير يعني في خسارة بالالاف في النفوس مش في الفلوس مش مهم الفلوس ده ليه لانه ما فيش مبدأ اشرك ناس تانية في الخدمة ادلو الشغلة دي على حد تاني اكبر اللي حواليه هو المسيح كان لازم يدور على القرى بنفسه لا بعتهم اتنين اتنين وبقوا بيلفوا القرى ويقول لهم انا هجي وراكم في الوقت المناسب وبعدين صعد للسماء طب ما خليك على الارض وتخدم لوحدك لا لا هم هيخدمه يعني المسيح له المجد عنده تفويد طب احنا ما عندناش تفويد احنا نروح فيه فين طب الاولى الواحد يكبر اللي حواليه الكل لازم يخدم والكل طبيعي يفضل يتخدم مش معنى انه بيخدم انه معصوم الخطأ لا كلنا هنفضل نتعلم طب فويد في الفكر المسيحي تحت الشعار ينبغي ان زاكا يزيد واني انا انقص يعني وانت بتفوض انت عارف انه نجوميتك هتقل ومال شعبيتك هتقل ومال مسئوليتك ممكن تقل طب ومال بدل الحكاية هتمشي لصالح الناس والخدمة مش مهم انا لانه انا مش عايش على طول فانا لازم الشغلية تستمر شوف التعبير اللي بيقوله القديس يوحنى شوف ده من القرن الاول ولا درس تفويد ولا كلام بتاعنا ده انما عشان الروحانية مظبوطة يقول ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق يعني هو فرحان ان عياله كان بيكلم عن اثقه في تلميزه طب دول خدوا مكانك يا سلام احلى خبر ان هم ايه بيشتغلوا صح بيخدموا حال خلاص يبقى هم كبروا انا عجزتوا وركانت طب ومالوا خامسة حكمة الافكار الجديدة او حكمة التطوير او الابداع في بعض الناس بتخاف قوي من الفكرة الجديدة مش يمكن الفكرة الجديدة دي حكمة مش حبيب جرجس ده بقى قديس اعتبرته كنيسة قديس طب كان صاحب فكرة جديدة وكل الناس وقفت ضده في وقت بس هو ده التنمية التنمية انك تدخل بفكرة جديدة بس تكون مدروسة ويكون غرضها خلاص النفوس بالاخر وتكون قابل انها تجرب وقابل للاعتراض والتطوير لكن ليه بنصد الافكار الجديدة تماما هرجان الكرازة بتاع سيدنا ابا موسى كان فكرة جديدة دلوقتي كل كناس تقريبا مشاركة كشافة كانت فكرة جديدة ونجحت مدرس الاحد كانت فكرة جديدة ونجحت الكوتشين كان فكرة جديدة ونجحت حقق حلمك هات حاجة جديدة ونجحت الله احنا ليه بنخاف اي فكرة جديدة عاوز قلب مفتوح يقبلها ويدرسها ويقول ايها تفيد ولادي مصلحة عيالي خلاص اللي عنده احساس مسؤولية بيفرح قوي بالفكرة الجديدة بس بحكمة انك تدرس هال الفكرة دي هتسد احتياج عند ولادي ولا منظرة وخلاص ما اي حاجة في الخدمة او في التنمية لازم يبقى فيه احتياج معين يسد بالخدمة دي مثلا الشباب عنده طاقة مش عارف يطلعها لو عملت ملعب او نادي في كل ابروشية الحقيقة دي خدمة هيلة لان فيه احتياج حقيقي لتفريخ الطاقات دي بتاعت الشباب وإلا هيقعدوا على الكمبيوتر بالعشر ساعات او هيقعدوا يشربوا حشيش لكن لما يلعبوا ويتنططوا ويعرقوا ده جزء كبير قوي من احتياجهم الطبيعي طيب ايه المشكلة يبقى حاجة تنموية طبيعية اننا اعمل ملعب او نادي في كل ابروشية او في كل منطقة واصرف عليه لانه هينقذ لعيالي هو انا مش عامله عسان يتقال انه عملت انا عامله لانه ده احتياج واضحة حكمة الافكار الجديدة انك معا فكرة جديدة جرب الاول اعمل موديل واحد اعمل بيسموها بايلوت بروجيكت مشروع مشروع اولي جرب فيه اغلط فيه شوف اخره يطلع نتائج قد ايه بعد الشوية لو نجحت التجربة يلا نعمل منه ميت ميت مشروع الافكار الجديدة معناها ايه انك يبقى عندك بتشغل ناس جديدة في الخدمة ما كانتش بتخدم في الفكرة الجديدة ودي غلطة اخرى مشهورة وقلة حكمة ان الخدمة تقف على خمسة ستة في كل كنيسة ويبقى الخادم ده بيعمل كل حاجة خادم بتاع كله اعرف انه ما بيطلعش انتاجية عيدلة ابدا اذا كنا احنا في زماننا ده بقينا نروح لدكتور متخصص يبقى لازم كل خادم يبقى له تخصص وبالتالي بدل ما يكون عندي خمسة يخدم يبقى عندي خمسين بيخدم واجيب ناس واعلمهم ودربهم ويستلموا المشروع الجديد او الفكرة الجديدة يبقى كسبت خادم وكسبت مخدوم وكسبت كنيسة حية متطورة حكم التجنب العصرة واحنا بنشتغل احنا قلنا رابح النفوس حكيم سديت كلامي وقلت يا شاطر اكسب واحذر انك تخسر فاكرين لانو انت بتكسب ممكن تخسر فمش بس تكسب نفوس جديدة لازم تبقى عينك في رأسك عشان ما تخسرش حد هتخسر يعني ايه تعسر بقى في حد يتعب في حد يتكعبل في حد يسيب الكنيسة بسببنا مصيبة كبيرة ربنا يرحمنا وده تعليم الكتاب بلسنا نجعل عصرة في شيء لقلة ولام الخدمة وحط لنا لستة طويلة جدا من الصفات التي يجب توفرها في كل خدام وخادم لكي يتجنب العصر مش وقته لاني دي تاخد محاضرة الوحدة كل ده يمنعك من العصرات يبقى على الاقل لما تلاقي غلطة ارجوك واجه لانه ما ينفعش تبقى في حاجة متعبة للناس بتطفشهم وتفضل تتفرج ازاي؟ مش في نفسها تروح يعني انت لو دخل حرامي بيتك تفضل تتفرج عليه جدا؟ يبقى لازم تواجه لما يكون في خطأ صريح في خدمتك لازم توقف وتدرس وتشوف ايه؟ نصلح ازاي؟ كمان لو في متسبب في العصر مش انت وانت مسؤول لازم برضو تحط له حدود تنزلوا الاول وتقولوا الطريقة دي غلط طب لو سأ فيها لا يتوقف كتاب قال بعض الانذار مرة ومرتين اعرض عنه يعني خد مقف لكن احنا مش هنجامل الخدام على حساب المخدمين ودي غلطة موجودة في نص كنايس مصر ان احنا بنجامل شماس متعب مش عاوز حد يوقف غيره ويطفش عشرات من الشباب اللي طالع اكمنه قديم ومسيطر مين اللي هيتسئل عن النفوس دي كلها؟ ابونا والشماس والشمامسة العيالة اللي طفشت دي مش دي عساراتي يا حباقي لازم ناخد بالنا من الحاجات دي تجنب العسر يخليك حريص انك تبقى قدوة بمعنى ايه؟ الناس بصع عليك تتعلم من حبك لربنا وحبك للناس من صدقك من امنتك من اخلاصك من غرضك الطيب ان الناس روح السماء من اتضاعك كل ده ما بيتقلش في وعز بيتقل في خادم حلو مؤتمن على خدمة فهنا القدوة دايما ضد العسر والعسر دايما غياب قدوة فلو انت خادم يقتدى بيك هتلاقي العسارات ولاية الهوي لانه الناس سايفة انسان امين ومخلص اختم واقولي حبايبي رابح النفوس حكيم عاوزين اول درس نفكر فيه نطلع منه بتدريب بسيط يا رب اديني حكمة تدريب بسيط او لازم في مواقعنا كلنا نطلب الحكمة كتير او ده تدريب مناسب مش للصيام بس للعمر كل يا رب اديني حكمة عشان اكسب كل الناس لإلهنا كل مجد وكرم